بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي حظكم متذكرين معانا لما تكلمنا عن دعم السيدة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإزاي إن القصة دي قصة ملهمة جدا جدا في حياتنا وإزاي صيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتاخد بيوتنا وبتاخد قلوبنا وبتاخدنا كلنا إلى قيم إحنا محتاجين إن هي تفضل موجودة معانا النهاردة عن كمل شويتين تلاتة في هذا الاتجاه بنقول إيه؟ هو إيه الحكاية اللي بتقولها إن السيدة عائشة لما بتحكي عن وفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لستنا السيدة خديجة الكبرى فبتقول بعد وفاتها ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاه ثم يمقطعه أعضاء يحط كده كل أجزاء الشاي وحط الزراع ويحط يحط أجزائها وبعدين يعمل إيه حضرت النبي ثم يبعثها في صدائق خديجة وفي أحد الروايات في السيرة بتبين إزاي ده كان بيتم وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بييجي الكلام ده تعالى لسان السيدة عائشة برضو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يزبح شاه يحرص على أن يوزع من لحمها على صحيبات خديجة ويقول اذهب بهذا إلى فلانة فتقول السيدة عائشة مين فلانة دي من هذية رسول الله إنها امرأة أو سطني خديجة بها ثم اذهب بهذا إلى فلانة فتقول له السيدة عائشة ومين دي كمان مين هذية رسول الله تقول كانت صديقة لخديجة ثم اذهب بهذا إلى فلانة فتقول السيدة عائشة ومن هذية رسول الله يعني وكان الشاكل لها كده خلصت إنها كانت تحب خديجة فكل التوزيع ده كان لمين لكل صاحبات خديجة واللي بتحبهم السيدة خديجة فتقول السيدة عائشة لكأنه ليس في الأرض مرأة إلا خديجة في رواية من الروايات قالت السيدة عائشة في رواية من الروايات السيرة بتقول لما حست أن الرسول لا زعل فبتقول له إيه استغفر لي يا رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغفري لخديجة حتى أستغفروا لك حتى أستغفروا لك يبقى إيه اللي حاصل يبقى حضرت النبي لا لا استغفر اللي خديجة الأول وإيه اللي حاصل عشان أستغفرلك وبعد وفاة السيدة خديجة كانت تأتي هالة بنت خويدة أخت السيدة خديجة وهي بتخبط على الباب نفس تخبطت السيدة خديجة فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه بقى اللهم هالة يفرح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إيه ويقول حضرت النبي عشان الخبطة اللي خبطتها اللي شابها خبطة السيدة خديجة يقول ايه اللهم هالة اللهم ايه اللهم هالة ويقصد بيها انا مين هالة اخت السيدة خديجة الابدع من كده بقى يوم فتح مكة يوم فتح مكة احنا بنتكلم والسيدة خديجة كده توفت بقى توفت اكتر من عشر سنين فرسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيوت المكة بقى مفتوحة لحضرة النبي ساعة الفتح حضرة النبي يرفض ان هو يبيت في اي بيت من بيوت مكة ويطلب حاجة غريبة اوى حضرة النبي يطلب ان هم ينصبوا له خيمة بقوار قبر السيدة خديجة الكبرى عليه السلام وكأنه قاعد تقول الليل بيكلم السيدة خديجة بيقول لها والله لقد صدقتي عندما قلتي والله لن يخزيك الله ابدا اللي ماشيين معانا في السيرة يلاحظوا عها غريبة اوي ان احنا اللي تكلمنا فيه بنتكلم ازاي بيتبين المجتمع وازاي المجتمعات بتبقى مستقر من اهم الحاجات اللي بتجي على المجتمع مستقر هو الكلام اللي بتكلم عليه النهاردة الوفاء الوفاء ما بين الازواج الوفاء ما بين الازواج ده حاجة ندرة بتتكون واحدة واحدة ما بين ما بيننا واحنا عايشين في الحياة مع بعض يحس الزوج امتى بانه يجب عليه انه هو يوفي للزوجة والزوجة امتى لما يبتدي الجواز على ان احنا مش اعداء ده احنا احبة وعشان احنا احبة كل واحد فينا نعمة من نعم ربنا على التاني زوجي نعمة والجواز نعمة زوجتي نعمة والجواز نعمة ده قبل ما نتكلم عن الاولاد احنا احباب المحبة يا سادة لازم نعرف قانون في الحياة الزوجية قانون في حياة الزوجية بتقول ايه المحبة هي اللي بتعمل الذكريات والذكريات بالطول لما تتحول الذكرة الحسنة دي الى قيمة فرسول الله صلى الله عليه وسلم شايف ان السيدة خديجة تحولت الى قيمة الى قيمة في حياته فالسيدة خديجة ما ينفعش تتنسي وإلا الانسان هينسى جزء من ذاته او الله تخيل لما الواحد يحس ان شريك حياته تحول الى قيمة لو نسيه يحس بالعكس ترأي في بعض الاحيين لما الواحد يتوه او يتعب يتذكر شريك حياته يتذكر ذكرة لشريك حياته فيحس ان هو بيرجع لذاته مرة تاني وعشان كده الذكرة الحسنة مش بس لحظة جميلة وإنما هو جمال بيمس القلوب ويسكن جوه القلوب والذكرة الموجودة في القلب بتتحول لمواقف لا تنسى وتظل على رأس ده دعم السيدة خديجة الحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ان يصدقته حين كذبه الناس يبقى الوفاء ما بين الازواج هو اللي بيحفظ على الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم هو اللي بيحفظ على الفضل لانه بيخليه يدوم يا سادة في قانون بيقول الوفاء ماحي للجفاء وماحي لإيه للجفاء حتى لو كان الجفاء ده جفاء المسافة حتى لو هي انتقلت ولذلك الوفاء ماحي للجفاء ومكرس للعطاء خلينا أقول لكم سر السيدة عائشة لما كانت زعلانة من كلام حضرة النبي على السيدة خديجة ما كانت زعلانة من السيدة خديجة دي كانت زعلانة إيه هي غيرانة طلبة من ده طلبة من هذا النوع من أنواع الوفاء بس السيدة عائشة كانت تعرف ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكيد هيكون على نفس الوفاء لها زي ما كان على وفاءه للسيدة خديجة وعشان كده حضرت النبي عشان لما هي فهمت الدرس وقالت استغفر لي يا رسول الله قال أتعلمي الدرس من صاحبة الدرس اللي يمين استغفري لخديجة حتى أستغفر لك فتتعلم الدرس طب نعمل إيه بقى إزاي الست تقدر تحوز قلب الراجل عشان يكون وفي لها وإزاي الراجل يكون كمان يحوز على قلب المرأة عشان تكون وفية لي أو في خمس حاجات أول حاجة الراجل عشان المرأة تبقى وفية لي لازم يعمل شوية حاجات أول حاجة لابد إن الزوج يكتفي بالزوجة ما يقرنهاش بغيرها لابد إن الزوج كمان عشان الست تظل وفية لي لابد إن يكون سريعة ترضية ليها وكمان لابد إن الزوج يكون طويل البال وكمان ما يهددهاش ما يخوفهاش يا ناس اللي أنتوا قاعدين اطلق في لسانكم على طول على طول على طول الست متحبش اللي يهددها كمان ما يعقبهاش لإن إحنا بنتجوز الستات مش عشان ربيهم عشان نعيش معاهم حالة من حالات الود والجمال طيب والستة إزاي بقى؟ تحوز على قلب الرجل ويبقى وافي ليها تبطل انتقاد تبطل الشكوى تبطل اللوم مسلس الروع بدوة اللي احنا بنسميه مسلس النكل تبطل الانتقاد وتبطل الشكوى وتبطل النوم وتقف جنبه وتدعمه وآخر حاجة تعتبره بطلها شوف السيدة خديجة عملت كده مع حضرة النبي حضرة النبي جاي بيقول زميلوني زميلوني يدسروني يدسروني فتيجي السيدة خديجة وتقول له والله لأن يخزيك الله أبدا وتذكر مواطن وتذكر المعاني اللي يتخليها إنه بطل في حياتها كده السيدة خديجة فضلت وكان لازم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدرس كده المرأة سكنت في قلب حبيبها وقلب زوجها ولازم يكون وفيليها يا رب اجعلنا دايما من أهل الوفاء وخلوا بالكم من رشدتة اللي قلناها عشان يفضل كل واحد فينا ساكن في قلب حبيبه ويفضل هو ذكرى ويفضل هو قيمة جميلة في حياتنا وفي حياته طول العمر وكمان بعد ما يفرقنا الموت يفضل حبيبه ويفضل وفي لي يا رب الهمنا الوفاء واجعل بيوتنا دايما بسر هذه السيرة وبسر جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها سيرة يسر وسيرة سرور في قلوبنا وفي حياتنا يا ربنا يا غفور بعد الفاصل نلتقي بكم حتى نجيب على أسئلتكم المباركة جاءنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم وكمان مشاركتكم وبننتظر عليها أسئلتكم وكل تفاعلاتكم وخاصة فيه كل في رمضان اللي بيتلم عليه على مائدته وكل الأحبة وكل الأصدقاء وكل من أراد الخير كلنا بنطبق قوله يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر ومعانا الأستاذة سلسبيل من البحيرة السلام عليكم عليكم سمع كده تفضل لي أستاذة بيستم حدثت بالوقت تتكلم عن مفائز أنا بالوقت جوزي بيجيب كل سنتين شهر رمضان فاكتشفت أن هو يعني بيكلم البنات يعني وكده مسافر يعني هو كده مسافر أيوه مسافر برد بيجيب كل سنتين شهر فلما اكتشفت كده يعني فوضيهت بالسلام فقال لي أنا حور أعمل اللي أنا عايزه محدش لي عندي حاجة ده منعهم مش مؤثر معكف حاجة خلاص ما تتكلميش وده بيحصل كتبعات طبيعية لمسألة الجفة والبعد فالبعد لما قالوا البعد جفة ولذلك الشرع الشريف ما بيئزنش بكل المودة دي أن الناس تبعد عن بعض وانت ما سافرتيش معا ليه ما تسافري معاه هو جات لنا الفرصة كده مرة بس طبعا أنا معي ثلاث بنات فمش حينفع مصارف كتير لا 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 الحل لو كان دوت لطلب الرزق احنا ما نحبش أن الأسرة تفرق حتى القوانين حتى الأنظمة بتسعى أن يتلمي الشامل دايما فأنت لو بتسأليني نعمل إيه أنا مش عارف أعمل معا إيه أنا أقولك شلوية حاجات أولا 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 هو لازم يعرف أن ده مش من حقه مش من حقه أنه هو عشان هو موفر لكم الأكل والشرب إنه هو والعيز بالله لا يكتفي بيكي لا ده مش من حقه لأن دوت والعيز بالله عبث وده ظلم وده نوع من أنواع عدم الحفاظ على الأسرة وده من أعظم الإسم ومن أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول الرجل ولا الزوج مش بس أموال الزوج يعني أمان الزوج يعني رعاية الزوج يعني حنية الزوج يعني عطف الزوج يعني احتواء الزوج يعني مشاركة الزوج يعني مسندة يعني دعم هو ده اللي خلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ البديه كلكم راع وكلكم مسؤون عن رعيتي الرجل راعي يبقى الرجل راعي راعي يعني بكل ما يحمله لفظ الرعاية من مسئولية هو من حقه؟ لا مش من حقه طيب تعملي إيه؟ أول حاجة لازم تاخدوا قرار بإن أنتوا تكونوا مع بعض لإما تكونوا مع بعض في السفر أو تكونوا مع بعض هنا فده هو أول قرار معاجي تلات بنات معاجيش تلات بنات لإن دوت مش هيكله حل هو هيجد مبرر لنفسه ونفسه الأمارة بالسوق هتساعدوا على كده لإنه معاييش حد أعمل إيه يعني؟ لابد أن أنا راجل وعايز لا كل دي تأكاذيب كل دي ولا عايزوا بالله من خطوات الشيطان وكل دوت من أكاذيب النفس الأمارة بالسوق فلا تكون عوناً عوناً للشيطان عليه ولا تكون عوناً لنفسه الأمارة بالسوق عليه نعمل إيه؟ نجمع شمل الأسرة دي أول حاجة حاجة تانية أن أنت طول الوقت طول الوقت أن أنت تكوني حضرة معاه في كل حياته كل يوم لازم تكلموا بعض لغاية ما نحل لما سألت لم شمل الأسر حاجة التالتة لازم تدعيله بظاهر الغير ادعيله في سجودك ادعيله في كل سجدة من سجودك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يلهمه رشده ويبعد عنه المساوئ وخاصة نحن في شهر البركات وشهر الأنوار وشهر المغفرة فيا رب ربنا يساعدك وإن شاء الله ويجعل الخير في راحلك هل معانا الأستاذة الجانة من اليوبية؟ أفعل اتفضل يا أستاذ الجانة أنا وحضرتك طيب الحمد لله وحضرتك طيبة وبصحة وسلامة بقولنا حضرتك فالتي الشيف أنا المهاردة كنت نايمة وكده فأنا قمت على آخر لحظة في الأدان لسا بقولنا الله أكبر بس أنا شربت مية شربت مية وانت وهو بيدا وانت عارفة أن ده أوه معهمة يعني أنا على يعني على سامة أنهم يقولوا قبل ما يشاهد يعني لو شاهد ما تشربيش يعني إيه لو تشاهد ما تشربيش أما حاجة أنه لسا ما تشاهدش يعني لا خلاص الفجر بيدخل المفروض مع آ مع آ دي المفروض الفجر يدخل أما وإن إحنا كمان في الأذان وفي الأشياء دي عندنا جملة من السواني بيبقى ممكنين للأذان فيها فلذلك أنت عليك أن أنت تمسكي وتقضي هذا اليوم لأن اللي حصل اللي أنت شربتي بعد دخول الوقت عمدا يعني أنت شربت الماء وعارفة أن الفجر قد مش على أنك أنت الفجر ما دخلش لو أنك أنت متهمة أن الفجر ما دخلش ده حليه حكم تاني لكن أنت دخلتي وانت عارفة أن الأذان أزن وشربتي أما الأقوال دي بالله عليكم استحلفكم بالله لو سمحتم نصمت شوية بلاش الفتوى قدينهو ممكن نفسد عبادات الناس لغاية التشاهد ده كلام تجاري كلام شعبي بلاش الكلام ده لا الأذان إعلانهم بدخول الوقت مع أول اللفظ الهمزة اللفظ آه فخلاص الوقت دخل ووجب الصيام ووجب الإمساك فبعد ما أنت شربتي أنت شربتي في وقت الصيام عمدا فإيه اللي يحصل هنمسك ونقضي هذا اليوم أستاذ مروى أيها سلام عليكم اتفضل يا فند بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل بالنسبة لزكاة الفكر هي أنا أنا بحب أطلعها عن نفسي هل هي واجبة على جوزي ولا ممكن أن أنا طلعها عن نفسي هو الشخص اللي بينفق على ناس وبيرعاهم هو اللي بيطلع عليهم بس خلي بالحضرتك أنا بخاف أننا لما نقول ده يكون السؤال وراه حاجة يعني إيه وراه حاجة لا الرجل هو بيخرج على من ينفق عليهم فيخرج على زوجته يخرج على أولاده ده الأساس طب لو الزوجة خرجت عن نفسها لا بأس طب ده حرام لا طب ده عيف في الرجل لا لكن الرجل مين اللي يجب عليه زي بالظبط أنا في حاجة المفروض يشتريها يا زوجي فأنا اشتريتها مكانه وكده وكأني ماذا وكأني أصنع فضلا فأنت لو عملت ده مش هيبعيب عليك ولا حرام يعني لو عملت ده مش هيكون عيب ولا حرام فلذلك ده جائز أن أنت تدفعي زكاة الفطرة عن نفسك ولكن الأصل أن زوج حضرتك يدفع زكاة الفطرة عنك وعن أولادك وعن الأولادكم عشان ده هو تجيب عليه النفق إذن ده واضح ولا بأس أن يحصل ده ولو أنك انت دفعت عن نفسك مش هيكون حرام ولا ممنوع فاصل ثم نعود مرة ثانية عشان نستكمل أسئلتكم المباركة رجعنا لحضرتكم معانا أمت الله من الجيزة علي وسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل السنة حضرتك طيب وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام يا فاني جاز الله حضرتك كل خير عننا وعن المسلمين أجمعين يا رب إن شاء الله يا رب أنا وأنتم يا رب رب نبارك لحضرتك لو سمحتكم بالنسبة لبنتي متزوجة زوجة مرتبة قليل دلوقتي يا جوز إن أنا أطلع الجزء من الزكاة بتاعتي لمصاريف المدارس الخاصة لما أولادها فيها إذا كان أقول لحضرتك إذا كنت أنت حضرتك هتروح تدفعي المصاريف المدارس الخاصة لأولادها فده مش من الجزء الممنوع اللي هو سهم الفقراء والمساكين إنت هتدفعي كده في سهم في سبيل الله إحنا عندنا تمن مصارف من مصارف الزكاة عندنا فكده إنت وبتدفعي التعليم التعليم ده من مصارف في سبيل الله لأن حديث سيدنا حديث سيدنا أبو رايرا الرسول الله سلم في سنة النسائي من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع فبقى في سبيل الله حكتين في الجندية وكمان في مسألة الطلب العلم فأنت لو هتدفعي لهم مصاريف المدارس يجوز إن أنت تدفعي لهم مصاريف المدارس من هذه الجهة مش إن أنت هتدفعي لهم هتدفعي لهم فلوس لأولادك كده لا أنت بتدفعي لهم مصاريف المدارس باعتباري أنه دوة نوع من الأنواع في سبيل الله أستاذة لوجين من البحيرة عليكم سلامة كاتو عليكم سلامة كاتو تفضلي أستاذة لوجين لو سمحت أنا عايزة أسأل سؤال تفضلي ودلاتي مثلا لو لوحدها خرجت سر البيت مثلا مش سر البيت مشاكل حصلت دينها وبنجوزها مثلا لولدتها هل ده مثلا حرام وده السؤال الأول بس هي مش سر البيت يعني أنا كان ديابنتي وكنت بحكي لها ويهي توفار له كانت لسا تفلع توفار له ويهي عندها سنة وكنت بسترح إن أنا بحكي لها في المشاكل بقى حصلت مثلا بيني وبنجوزي فعطرت إن أنا أحكي لولدتها إن أنا حاسة إن أنا مخنوة أو إن أنا مد من دقيقة أو راح دلي كنت بحكي لها خلاص راح دي حاجة الحاجة التانية يعني إن أنا أخد قرار مثلا طلع إن أنا بحس معا بالخوف ودائما حاسة بالخوف خايفة أنه يمددوا علي عارفة بي بنت حركت وفيت من قد دي يا فاند نعم بنت حركت وفيت من قد دي ايه هي حركت وفيت طيب أول حاجة أنا أبتدي بالسؤال التاني أبتدي أبتدي بالسؤال التاني اللي هو قرار الطلاق لا ما تخديش قرار الطلاق أبدا في هذه المدة هذه القرارات أي قرار مصيري وأي قرار صعب وأي قرار مهم وأي قرار فيه تغيير لما ياخدوش الإنسان وتحت طائلة الصدمة أولا أن ربنا إن شاء الله يدخلها في سيح الجنات وطمئني هي عند الرحيم عند اللطيف عند الودود هي كل الحكاة بس تفهمي إن في في خط وفي باب بينك وبينها إحنا في الحياة دي الحياة دي مش مغلقة عن الحياة البرزخية إحنا ممكن يبقى بيننا صلة وبين أحبابنا اللي انتقلوا إلى هذه الحياة وبنصحك إن أنت تشوفي حضرتك حلقة مبارح الكلام عن الفقد الكلام ده وات مهم جدا إن احنا نعرفه الحقائق دي بتطيب القلوب شوية فأنت دلوقتي إيه اللي حاصل إنت بتعملي الكلام ده فعلى طول بقولك ما تخديش أي قرار في الوقت ده خالص ليه لإن إحنا لابد لكي نزن الأمور لابد أن نكون في حالة اتزال إحنا دلوقتي في حالة اضطراب اضطراب ما بعد الصدمة اضطراب ما بعد الفقد اضطراب ما بعد وواضح في الأسف في كلام حضرتك فما تخديش أي قرار في ده والأمر التاني إن انت عشان تاخد القرار ده لازم ترجع للخبر ما ينفعيش تاخد القرار دهت من نفسك السؤال الأولاني بقى اللي هو سؤال لما حد ييجي يحكي لو الشخص ده في حالة هو مضطر إن هو يحكي يحكي لحد ما يعرفش الأسرار ما يعرفش إن الشخص بتاعه اللي بيحكي لهم دول يعني هو لو محتاج لتنفيس الأولى إن هو ما يروحش ينفس ما احنا عندنا بس المسألة متلقبطة شوية لإن هو لما يروح يحكي لأهله يعيب عندنا تلت مشاكل المشكلة الأولانية إن هو الزوج بيعتبر إن هي كده فضحته الحاجة التانية إن هو لما يحكي تحكي لأهله تحكي لأهلها الأمر التاني إن هي بتفسد العلاقة بينها وبينهم الحاجة التالتة إن الأهل في كتير من الأحيين ما بيقوش جيها محايدة طيب إذا لقنا حد حكيم إذا كان هو والدة حديق بتوصف بالحكمة وبتوصف بكادم السر وبتوصف بإن هي شخص متزن ما بيتأثرش بده وعارف طبائع البشر احكي لأه لكن لو هيحصل حاجة من التلاتة دولة لإن أنا مراعي كمان في فتوتي دي مراعي حالتك النفسية إن أنت محتاجة حد تنفسي معاه وإلا إحنا هنتعرض لمشكلة طيب الحل التاني هو إيه إن إحنا نروح لحد أخصائي نتكلم معاه لإن أنا رافض إن مشكلتك هي فقط نقطة إن أنت عايز حد تحكيله لكن عندك مشكلة تانية وهي مشكلة مين كان السبب في وفاة بنتي أنا أظن إن ده محتاج إن إحنا نتكلم مع أخصائي فأنا رأيي إذا كانت والدتك بتوصب في الصفات دي أهلا وسهلا وما يكونش فيها نوع من أنواع إزهار النقائص في الزوج ولا أي حاجة ده طلب إن أنا أعمل إيه في المشكلة دي فإذا كان فيها هذه الصفات أما لو ما كانش فيها الصفات دي ما تعملش كده وروح لأخصائي أستاذة ملك من القاهرة تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه زهر دك عمي نعم وفضني الحمد لله الحمد لله أنا كنت تصلت قبل كده من فترة وخدت رقم تريفون حضرتك وبتصل بيكم وي بترد عليك حاضرة التصل بيه على طول بعد الهوى ويرد على حضرتك لأنه واضح إن حضرتك طلبة سؤال خاص فأجاب بقى حضرتك على طول معنا مين أستاذة نعمة من إسكندرية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله يبرك في حضرتك بس خلينا أقول بس حاجة نقطة لطيفة خالص أنا بقى يعني التلفونات احنا متلقى أنا شخصيا متلقى يجي 300 تلفون في اليوم فلازم نعرف بس إن إيه في أوقات ممكن ما ردش على التلفون لكن في أوقات تانية فلازم نصبر شوية معلش تفضل يا أستاذة نعمة وتحضرتك أنا جوزي عصبي جوجك عصبي ماشي كلما كلم معاك كلمة بتعصب علي أو أنا بتخنق أنا بتعصب أو كده هو بتعصب وإنت بتتخنق أو بتعصب وإنت بتتعصبي مدى أنت بتتخنق بتتخنق أيوة كده كده تتفاهم فإذا أنت دخلتوا في دايرة جهنمية ما بتنتهيش هو يتعصب فإنت بتعصبي فإنت بتتعصبي فهو يتعصب فيبقى فيه عنف بقى وكت حتطلق قبل كده أنا ترابط منه الطلاق بس هو حاول يراجيني الصراحة بس أنا مش مرتاحة يبقى المساءة مش إنه بيتعصب بس يعني فيه حياة تانية غير بيتعصب أنت شايف أنه أنا قاعدة بيتعيلة وفي مساكل أيوة كده يبقى إحنا عايزين نقول بقى إيه أولا ما تطلبش الطلاق ما تطلبش الطلاق خالص أول حاجة لازم تعمليها تدوري على حد يحللكم مشكلاتكم ماشي يا ست نعمة طيب يعني إيه حد يحللكم مشكلاتكم ناس من الحكماء يتدخلوا يحلوا مشكلة طيب ما فيش إنصنف دا من الناس اتفضلوا على دار الإفتاءة المصرية في مركز الإرشاد الزواجي أنتوا الاتنين وإن شاء الله فيه حلول كتيرة إحنا عندنا قاعدة بنقولها دايما ربنا خلق المشكلات عشان تتحل بأكثر من طريقة لأن الله ما أنزل لداء إلا وأنزل له دواء يبقى عندنا مشكلات بتتحل بأكثر من طريقة فشرفونا ويكون دا الأفضل لأن الحقيقة إن موضوع إحنا عندنا شوية أقول لكم شوية حاجات من أجل ما حد يزعل عندنا الأيام دي وإحنا بنتكلم عن الوفاء الزوج عندنا الناس بقى عندهم سهل أو الطراء ليه بقى سهل أو الطراء هم شايفين إن كلنا بنكسب السيدة بتشتغل والراجل بيشتغل وكأن إحنا كنا متجاوزين عشان الجواز دا شرك الحقيقة الجواز مش شركة خالص والله الجواز مولود جديد ممكن نقتله وممكن نكبره وممكن يتملي نور يملح حياتنا نور وبرك بلاش سادة تقتله الجواز بإن أنتوا داخلين تجاهلين وإذا ما نجحتوش في أولها يبقى التجربة فشلت ونفك الشركة لإن أنا ما حصلتش الربح اللي أنا عايزه دا مش معنى الجواز ودا مش الجواز اللي إحنا بنعيشه مع سيرة حضرة النبي مش دا الجواز اللي بيعيش به حضرة النبي مع السيدة خديجة ويفضل ممتن ليها ويفضل وافي ليها دا مش بس كده دا يفضل عايش معها ومع جمال أخلاقها وصفتها حتى بعد انتقالها ونفس الكلام يعيشه مع السيدة عائشة يا سادة الوفاء ما بيحصلش غير لما نعيش الجواز بحقه حقيقي على أنه مولود جديد ونحفظ على المولود دا ونحاول كمان أن المولود دا يتميلي خير وبركة خلونا دايما ما نبصش على أن الجواز دا حصل لنا الربح على قد اللي دفعناه ولا لا خلينا نعيش أن الجواز حياة وميلاد جديد لقلوبنا عشان نعيش بالوفاء وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي اللهم يا رب اجمعنا بحضرة النبي اللي علمنا درس الوفاء وأخذ بأيدينا في سرته عشان نتعلم إن أجمل حاجة في جوازنا وإن يبقى فيه معاني وقيم بيغرسها كل واحد فينا في قلب حبيب وزوجه يا رب اجعلنا دايما من الأوفياء واجعلنا مع خير الأنبياء صحبة واكتبوا أسماءنا في الأولياء يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين